اشتركوا في القناة هذه الفاكهة للأسف في بعض الفنادق درجة الأولى يمنعون النزلاء أن يدششوا معهم هذه الفاكهة إلى الفندق لأن ريحتها شوية تكون مزعجة بالواقع بغض النظر عن رايحتها ولكن فيها فوائد عظيمة وهي فاكهة الجاك فروت الجاك فروت تستخدم هي وكذلك أوراقها للأغراض الطبية الجاك فروت لها ميزة يعني تفق عن غيرها من الفواكه الاستوائية هذه تعتبر غذاء متكامل يعني فيها من البروتين والفيتامينات والمعادن ما يستطيع الإنسان أن يعيش عليها فقط إذا ما من المطعمها لذلك نصح برياضيين واللي يتبعون نظام معين للدايت أن يعني يأخذون أو يتخذون من الجاك فروت كحمية غذائية علشان ما ينقصهم أي شيء من البروتين اللي يحتاج جسمهم وتكون صحتهم على استغرار هذه غنية بالفيتامينات والمعادن مثل ما نقول فيها من المعادن الفيتامينات ما يكفي جسم الإنسان مثل ما قلت هذه يعني مو بس الفلش أو الفاكهة أو يسمونها لحم الفاكهة حتى البذور تؤكل بذور الفاكهة هذه تؤكل ولها من الفوائد العظيمة غنية بمضادات الأكسادة بجميع أنواعها الفلافنويد والصابونين وغيرها ومن الفيتامينات كفيتامين A وفيتامين C هذه كلها اللي تعزز مناعة الجسم شاي الشجرة هذه نفسها يستخدم كذلك الأغراض الطبية يستخدمونها عادة في دول شرق آسيا لخفض سكر الدم طبعا احنا تكلمنا عن سكر الدم وشان العشاب اللي تنزل سكر الدم قلنا الخيار المر اللي هي الأنبلاية وغيرها من يعني المورينغة كذلك وهذه تنضم إلى قائمة العشاب اللي تستخدم لخفض سكر الدم طبعا الإنسان يعني ما يستطيع أن يعتمد عليها ويترك دوية السكر لأن هذه مو علاج ولكن تساعد في إنزال نسبة السكر إلى مستويات الدنية يعني في بعض الناس ياخذ العلاج ياخذ الأبر ولكن لا يزال السكر مرتفع معه فهذه تعتبر كحل مساعد أن ينزل السكر شوية قليل إلى مستويات الدنيا فيرتاح المريض يشعر بالأمان شاي الأوراق هذه كذلك يستخدم ديتوكس يعني أي واحد يبحث عن نظام ديتوكس تنظيف الجسم من السموم من أثار المعادن الثقيلة من أثار أدوية أخذها على مدى طويل فهذا النظام يعني شب شاي الجاكفروت من الأوراق المصنوع من الأوراق يساعد على إيش؟ على يعني عمل ديتوكس للجسم وكذلك للكبد أمراض القلب كثيرة وأكثرها أمراض القلب والشرائين ويعتبر كذلك الكلسترول داخل معهم فالميزة في هذا الأوراق أوراق الشاي أوراق البابايا عفوا الجاكفروت إنها تنزل نسبة الكلسترول كذلك بالإضافة إلى السكر لذلك تحافظ على سلامة القلب والأعوية الدموية فهي نبتة كاملة أحيانا يستخدمون نبتة هذه كعصير يعني يأخذون الفلشما لها اللحم ويأخذون كذلك الأوراق يضفون إليها مصادر ثانية من الفيتامين سي يستخدمونها كعصير سواء نحطوا معها البابايا يحطوا معها المنجة يحطوا معها الأنناس كلها ما بعض تصير مثل كسموثي تعطي الشاب أو البنت الرياضيين صحة تامة ورشاقة يعني اللي يسئلون عنها في نفس الوقت تمدهم بالعناصر الغذائية المهمة في هذا البرنامج الطب التغليدي الهندي الأورفيدا ركز على هذه الفاكهة في نظام الغذائي الصحي وكذلك الطب الصيني الصينيون استخدموا هذه الفاكهة كذلك في نظامهم الطبي والصحي ولا فوايد عظيمة إن شاء الله تعالى سنكمل عنها هذا الحديث أشبتنا فيها الفايدة للصغير والكبير خلونا نتعرف على فايدها وطرق استخدامها خلكم معي الصينيون استخدموا الجاك فروت للأغراض الطبية كما قلنا وركزوا أبحاثهم على الاستفادة من هذه الفاكهة لعلاج العقوم عند الرجال دراساتهم المبدئية وجدت أن تناول هذه الفاكهة وكذلك بذورها يساعد على تحسين جودة السائل المنوي لدى الرجل بأنه يزيد العدد عدد النطف وكذلك الحركة ويقضي أو يقلل نسبة التشوهات طبعا نسبة التشوهات مظهر أنها تكون 70% سليمة 30% مشووها لا تزيد عن ذلك فيعافظ على جودة السائل المنوي بهذه الصورة وكذلك يزيد من الطاقة الطاقة الجنسية علشان يقوم بالمطلوب عليه أثناء العلاقة الحميمة زائد جودة للسائل المنوي وبالتالي النذيجة تكون نسل جيد من المال والبنون كذلك وجدوا أن هذه الثمرة لها أثر طيب لتحسين عمل الغدى الدرقية هنا نحن لا نتكلم عن خمول الغدى الدرقية أو نشاط الغدى الدرقية نحن قلنا القصة الهندي زين لحالات خمول الغدى الدرقية وقلنا المورنقا زينة لحالات نشاط الغدى الدرقية ولكن الجاك فروت زينة اللي عمل الغدى الدرقية ككل فتاعمل التوازن يعني اللي عنده أو مهدد أو قالولا مثلا عندك الغدى الدرقية فيها مشاكل تعال لنا بعد شهرين عندك التحليل هذه الشهرين تكون الفرصة المناسبة له أن يأخذ الجاك فروت وينتظم عليها بعد الشهرين لما نسوي تحليل راح يشوفه النتائج إن شاء الله تعالى تبشر بالخير ويكون إن شاء الله تعالى في تعداد السليمين من مشاكل الغدى الدرقية كذلك ضغط الدم يعني بما أنها هذه تحافظ على السكر وتحافظ على الكوليسترول وتحافظ على ضغط الدم للمستويات المطلوبة إذن هذه سلامة تامة لجسم الإنسان ما عندك سكر ضغطك منتظم وكذلك الكوليسترول ما عندك أصبح عندك القلب والعوية الدموية سليمة جدا وتكون سليم إن شاء الله تعالى ومعافة من خطر الإصابة بالجلطات المستقبلية زائد حركة يعني أنا ما أنصح الناس تأخذ هذه الأشياء أو هذه الأغذية وتركن عليها بحجة أنه والله أنا قاعد أخذ فيتامينات أنا أخذ بروتينات وانتهى الأمر لا حاولك أنت تتحرك على الأقل لو نص ساعة يعني ثبت أن المشي لمدة نص ساعة بعد الوجبة يعني بعد الوجبة مباشرة أو بعدها خلال ربع ساعة يمشون لمدة نص ساعة بحد أقصى هذه لها فوائد جدا لدورة دموية كذلك اللي يعاني من الحرقة أو الحموضة الزايدة فهذه شاوة تلاشة تروح النومة رح تكون سليمة ورح تكون أمور رح تكون كلها سليمة كذلك بالمناسبة بدأ من الدخل نحن في هذا الموضوع تكلمنا عن هذه العشاء بالمهمة جدا أنصحكم أحبتي لكارم يعني على أن يكون نومكم مريح وعميق ومتواصل ولا يقل عن ست ساعات لأن اللي ما ينام يصورها كافية معدلات الكورتزول أثناء النهار رح ترتفعوا بالذات خلال الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الحادي عاشرة صباحا معدلات الكورتزول رح تكون مرتفعة جدا شو النتيجة لما يرتفع معاك معدل الكورتزول رح تكون نفسيتك بالمرة تعبانة ما تطيق الروتين ما تحب توقف في الدور ما تحب المراجعين اكثر عليك إذا أنت مضطف حكومي ما تحب توقف عن إشارات مرور تشوف حياتك كلها نرفزة وتشوف نفسك إنك أنت طبعك غير تغير والسبب في ذلك أنت ما تدري إنك أنت ما نمت نوم مريح ما نمت نوم مريح يعني قصت على نفسك بالنوم النتيجة شنو هرمون الكورتزول عندك ترتفع معدلاته ما بين الساعة عشر إلى الساعة 11 الصبح وتكون حياتك مليئة بالاكتئاب والكآبة والمشاكل بينك بين نفسك مع أسرتك وحتى مع الناس فنام سليم تغذى سليم تناول هذه الأغذية زين السليم راح تشوف نفسك بصحة عافية إن شاء الله تعالى أبدية هنا نحن يعني نقول حاول أنك أنت يعني تتعامل مع حالات العصبية اللي ممكن تجيك بالأشياء الطبيعية راجع نفسك راجع روتينك اليومي لا تلجأ إلى المهدئات ويعني سواء كانت طبيعية بالعشاب يعني صيدة لانية هذه لها إن شاء الله تعالى كلام يعني واسع راح نتكلم فيها راح نبكي لكم شنه أنواع المهدئات وشلون ناخذها وشلون نمتنع عنها وشلون الأفضل فيها شكرا للمشاهدة موسيقى اشتركوا في القناة